ونرحب بضيفنا من العاصمة القاهرة السيد العميد سمير راغب المحلل العسكري والاستراتيجي سيد العميد مرحبا بكم معنا أبدأ معك بالسؤال الكبير في هذه المقابلة ما هي التكتيكات العسكرية التي يستخدمها حزب الله الآن لمواجهة العدوان الإسرائيلية على لبنان تحدي دكتور حسين حتى الآن لم يتغير أداء حزب الله عن ما قام به ضمن قواعد الاشتباك هو مد المدى وصل لحيفا وصل لعكة ووصل حتى لمناطق الناصرة يعني مناطق في مستطنات شمال الضفة استخدم فادي واحد فادي اثنين اللي هما أعتقد من سلسلة فجر خمسة البقى صوريخ كتيوشة وجراد يعني ما شفناش اللي هو الفرط الصوتي والصوريخ السقيلة واللي هو يعني تل أبيب ومورا تل أبيب ما شفناش ده طبعا دفاعيا ما فيش أي دفاع يعني عشان إيه تبا ديني واضحة يعني دفاعيا لا شفنا درونز وقعت ولا شفنا طيارة وقعت ولا شفنا ده إجماله اللي ضربوا حزب الله 210 صاروخ في الأيام طبعا بخلاف يعني تشكلتهم يعني لكن العدد ده مش عدد ضغم العدد ده يعني ممكن يطلق في ساعة مش في يومين قتال فربما يكون نوع من الجانب الإسرائيلي متواجد بكسافة طيران كسافة درونز طبعا درونز بتستطلع وبتدي الداتا للطيارة بتبتدي تتعامل يمكن منتظر يعني يقل المجهود الجوي عشان يقدر يطلع صواريخ الجانب إسرائيلي بيقول أنه حاول كذا مرة يطلع صواريخ وبيتم إجهاضها وتبجير المنصات حتى قبل كلمة حسن نصر الله هو نفسه قال أنه كان هناك يعني منصات لكاتيوشا هم تحدثوا أنه هم أجهدوا مئة منصة وكل منصة عليها عشر لونشرب عشر صواريخ عن ألف صاروخ أعتقد ده اللي مانع حزب الله طبعا هو يكلم على أعماد أربعة وأن الصواريخ بتطلع من تحت الأرض الأعناصة التي تطلع لو شافت فواها معهم البنكر باستر معهم يعني القنابل التقيلة اللي وصلت لعشرين متر في اغتيال إبراهيم عقيل يعني معهم التسليح والصواريخ اللي في خمس تلاتين لكن أنا ما شفتش شيء مبهر ما شفتش تكتيكات لأنه يعني هو محصور شغله في المرحلة دي أن يطلق صواريخ ما عندهش حاجة تاني يعني ما فيش بقى حرب برية نشوف تكتيكات ونشوف حاجات زي اللي شفناها يعني مع كتاب عزين القسام يعني منتظرين مفاجأة فيما تعلق بالصواريخ مش مفاجأ يعني حتى احنا منتظرين نشوف ما تحدث عنه حزب الله بشكل عام سواء كان يعني يعني زعيم الحزب أو آخرين يعني أنا بكلم بصراحة مش طيب ألا يمكن دخل صواريخ مش عالية سيد العميد ألا يمكن أن يكون ذلك تكتيكا من جانب حزب الله اللبناني ما هو وارد يكون تكتيك لكن أنا بنظر لنظرة أخرى الألف وتلتمائة هدف اللي تم التعامل معاهم طبعا يعني هناك شهد من المدنيين هناك مصابين أكيد كان فيه عسكريين مصابين وفيه أهداف وصل لها الأهداف دي خصما من قدراته العسكرية القتالية لما تقتل قيادة ده خصم لما يقصف موقع منصة الخوف على المنصات يا دكتور المنصات ما بتكونش بعدد صوريخ أنا هم بيحكوا على مئة وعشرين لمئة وخمسين ألف صاروخ لكن عدد المنصات بيكون عدد قليل جدا يعني لو خدنا مثال نموذج إيران إيران المفروض لديها تلات تلاف صاروخ بلاستي لديها مئة وخمسين منصة ما أعلن عنه الجانب الإسرائيلي حتى أمس مش أحسب النهارة تلتمية وخمسين منصة منهم مئة وخمسين يوم خمسة وعشرين أغسط شهر الفات قبل ما تبدأ الجولة اللي احنا فيها دي يعني المعدل الوتيرة دي يعني وجود صواريخ مع عدم وجود منصات طب هيعمل بها إيه يعني مش هتم إطلاقها فهي دي الفكرة الفكرة أنه بيحصل المفروض أنه أولا قواته محتاجة مش قواته بس قواته والبيئة الحاضنة والمؤيدين ليه حتى خارج يعني لبنان أو المؤيدين لفكرة جناح المقاومة محتاجين يعني ضربة ترفع روحهم معنويات تشعرهم أن هناك أمل تحدث اتزان توازن وخاصة حزب الله لازال ملتزم لحد بعيد بما كان يطلق عليه قوعد الاشتباك أنه هو ما بيصيبش أهداف مدنية بيختار أهداف عسكرية رامات دافد يعني مطار مش الجالب إسرائيلي مش ملتزم الجالب إسرائيلي تستهدف حتى القرى مسيحية يعني لا هي بي أحضنة ولا مؤيدة ولا ليه علاقة بيعمل حصنة صلاة بل ممكن تكون ضده هي في الجنوب لكن ما هيش امتدت لغاية الهرم المئة وعشرة كيلو احنا نتكلم في خمسين كيلو أو يعني أقل من خمسين أو حتى خمسين يعني حتى يعني لو احنا مش عارفين متطورات راحل فين على الأقل يعني في البداية يؤدي عمل يبدو كصورة ناصر يبدو حتى مبدأ مصدقية أنا حاولي حدثك حاجة يعني خلينا أحكي سياسة شوية يعني دايما في الشعر يقول المعنى في قلب الشعر يعني ممكن الشعر ما أقولكش المعنى في بقى لكن ما فيش الناصر في قلب الشعر يعني في قلب القائد ما فيش دي يعني في كلمة حسن ناصر الله الأخيرة هو يعني مال التحليل السياسي وكان كل فكرته في من يشككون في قدرته عن ناصر طيب يعني 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 الناصر هل ده معنى في في باطن القائد في باطن حسن ناصر الله ما نقدرش إحنا نفهمه ما نقدرش إحنا نشوفه الأهم من كده حسن في حرب رفح عملية رفح فضل الإعلام يقولك متى تبدأ عملية رفح يا جماعة عملية رفح شغالة وكنت بطلها في العلام أقول ده أقولك متى تبدأ عملية رفح وهو شغال بدون إعلان وبيتحدث العملية لم تبدأ لغاية ما قاله خلاص إحنا قضينا على رفح أنا شايف إن اللي بيحصل في لبنان نفس الحكاية ليه يا حسن الفكرة الناس متعودة إن الحرب هي الحرب البرية ما اللي بيحصل ده حرب يا جماعة في طيران في استهداف أهداف في قتلى في مصابين يعني دي حرب يا جماعة يعني وانا قلتها من من قبل الحرب إن من تفجير البيجر ده بادة الحرب بادة الحرب ده لو في حرب كاملة ما يسقطش عدد المصابين ده في ضربة أحدة طيب فهل الخداع السياسي الاستراتيجي وحالة عدم اليقين عاملة إرباك لقيادة حزب الله سواء حزب الله يعني سيد حسن نصر الله أو غيره يعني عاملة إرباك هي فكرة طب لحنا لنضرب تل أبيب يقوم يضربه بيروت يعني طيب ما هو طب و بعد إيه طيب ولكن ما حالة الثنزاف دي هنا سيد العميد هذا التكثيف في الغارات الإسرائيلية على لبنان هل جعلت حزب الله فعلا في لبنان ملزما بتطبيق قاعدة تل أبيب مقابل بيروت هو متأثر بدي ونقلت لسيادتك ومحافظ على قواعد الاشتباك وبالمناسبة قواعد الاشتباك دي اللي وضحها الجانب الآخر الجانب الإسرائيلي التزاموا بيها ده استراتيجيا نجاح الجانب الإسرائيلي في وضع خطوط يعني نجح الردع الإسرائيلي ده عشان نسمي الأسماء بأسماء يعني الجانب إسرائيلي نجح عسو كلمة ردع يعني برضو يعني في بعض الناس يقولك يعني نجح يعني هو أنهزم لا ما نهزمش أنا بقولش ده لكن هل الجانب الإسرائيلي ملتزم بقواعد الاشتباك الضمنية أو ملتزم بالخطوط اللي حطتها حسن نصر الله لو أولا عملياتيا هو مش محتاج يضرب بيروت الجانب إسرائيلي لكن لو فضلت الحالة دي طب ماهو هيفضل يضرب في الجنوب وحسن نصر الله اعتبر ان عدم عودة 100 الف او 120 الف للشمال الاسرائيلي ده نوع من الرادع طب يقبلوا النهاردة فقط اكتر من 300 الف نزح ده غير النزح قبل كده طب ده يعني لو خدنا نفس قاعدة القياس ان نزوح المدنيين يعني رادع طب انت فعلا تقدر تمنع 120 الف للشمال ايه طب ماهو